في سياق متابعة قصص ملاحقة السلطات الصينية للإيغوريين في الخارج التقت أخبار الآن دلمورت عبد العزيز في هولندا شرح قصته بالتفصيل كيف بدأت ملاحقته منذ أن كان يتابع دراسة الدكتوراه في إحدى الدول الإسلامية ومضطره للفرار إلى مخيم للاجئين في هولندا نتابع اسمي دلمورت عبد العزيز وأنا من تركستان الشرقية أنا إيغوري مسلم وأعيش حاليا في هولندا منذ ثلاث سنوات الأوضاع في بلدي صعبة ورهيبة لأن السلطات الصينية تسجن الملايين في معسكرات الاعتقال بسبب أنهم من المسلمين ولأنهم يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون رمضان منذ أن كنت أتابع دراسة الماجستير والدكتوراه في إحدى الدول الإسلامية بدأت الشرطة الصينية الاتصال بي للعودة إلى تركستان مهددين بقتل عائلتي وأقربائي وحينها قررت الفرار إلى هولندا وانقطع الاتصال بعائلتي منذ ذلك الحين تعرفنا في الفيديو السابق على قصة دلمورت عبد العزيز هي قصة شخص من بين آلاف الإيغوريين المهددين خارج إقليم شينجيانج يضافون إلى الملايين المضطهدين داخل هذا الإقليم عبد العزيز تعرض للتهديد والملاحقة ما دفعه للهرب من دولة إسلامية كان يدرس فيها بحثا عن الأمان في مكان آخر بعيدا عن بطش يد السلطات الصينية فلجأ إلى مخيم صغير في هولندا وانقطع اتصاله مع عائلته أنا أعيش في هولندا منذ عام 2017 لكنني لا أتواصل مع أفراد عائلتي لأني لم أعد إلى الصين والداي ووالداء زوجتي محتجزون في معاهد التلقيل والذي في الحقيقة هو سجن معظم الناس تعتقد أنها مخيمات تعليمية لمدة شهر أو شهرين أو لنصف سنة ولكن في الحقيقة يموت الناس من شدة المرض بسبب السجن أنا لا أتواصل معهم ولا أعلم إذا ما كانوا على قيد الحياة أم لا أنا جئت لهولندا وهذا أفضل لكنني فقدت التواصل مع عائلتي وهذا يشعرني بالحزن إذن والد ووالدة دولمورت في معسكر الاعتقال وكذلك والد ووالدة زوجته والسبب كما يقول يكفي أن تكون مسلما هذه صورة عائلتي ولم أتمكن من التواصل معهم لماذا تفعل السلطات الصينية ذلك؟ أنا لست إرهابيا أنا لا أفهم سبب وجود عائلتي في السجن وعدم تمكني من التواصل معهم هذه صور عائلتي هذا أبي وأمي وزوجتي وهذا أنا والدي يبلغ 89 عاما هذه شقيقتي وهذه ابنتها لم أتمكن من التواصل مع أي منهم هذه الصورة لإخوتي أين هم؟ أين عائلتي؟ لماذا تفعل الصين هذا بالإيغوريين؟ الصين تنفي قيامها بالاعتقال والقتل فإذن أين اختفى ملايين الإيغوريين؟ ومن ضمنهم عائلتي لم نعد نرى الكثير من الإيغوريين في تركستان الشرقية في الجزء الثاني من هذه المقابلة سنستمع إلى تسجيلات حصرية تظهر كيف قامت الشرطة الصينية بتهديد عائلة دلمورت وهددته في حال عدم التعاون معها بفقدانه لكل عائلته ترجمة نانسي قنقر